أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أن جائزة سموه العالمية للإبداع الشبابي تعتبر إحدى مبادرات مملكة البحرين تجاه الشباب العالمي والتي تأتي متوافقة مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ودور جلالته في دعم الشباب المبدعين والمخترعين والمبتكرين من أجل مواصلة مسيرتهم خدمة للبشرية وأوطانهم أيث يعد جلالته من الداعمين الأساسيين لحركة الإبداع الشبابي على المستوى العالمي وهذا ما اتضح جليا من خلال توجيهاته السديدة برعاية هذه الفئة ذات العقول النيرة من خلال جائزة الإبداع الشبابي جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لحفل ختام جائزة سمو أهل الإبداع الشبابي وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والوزراء والنواب وعدد من المدعوين حيث أقيم الاحتفال في صالة مدينة خليفة الرياضية وأضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد ملتت مملكة البحرين تحتل المكانة الرياضية على المستوى العالمي كمركز لتحفيز العقول الشبابية المبدعة والاستثمار في الطاقات الشبابية لابتكار الاختراعات والمشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع الإنساني وتسعد المملكة بإطلاق المبادرات والجوائز التي تعمل على تكريم الإبداع والخيال وتغفير الفرصة لها لتصبح في الغد اختراعات متطورة ذات فائدة عالمية وذلك لإيماننا العميق بالقيمة الحقيقية لأي مشروع مبتكر ومبدع وهي مدى فائدته على البشرية جمعا كما أن المبادرات الناجحة هي التي تدفع العالم إلى الأمام وتجعل المستحيلة ممكنا وأشار سموه تغمرني السعادة وأنا أرى هذه النخبة من العقول المبدعة والطاقات الشابة الموهوبة من مختلف دول العالم التي تجتمع اليوم على أرض بحريننا الحبيبة لتقدم أفكارها المبتكرة التي تحاكي المستقبل وتؤكد أنه لا حدود للابتكار والإبداع ولا حواجزة تعوق العقل البشري عن الإبداع وقد أثلج صدري عندما رأيت شباب البحرين من طلاب ومبتكرين ينافسون بمشاريعهم المبدعة ليؤكد مرة أخرى أن الابتكار هو نهج شباب البحرين وطريقها نحو الريادة والتميز وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي هي رسالة مملكة البحرين للعالم أجمع رسالة محبة وسلام ودعم لكل ما فيه خير للإنسان والإنسانية إنها تقدير بسيط أيضا نقدمه للعقول الشبابية العالمية والجهود التي فكرت بالمستحيل وحولته إلى واقع فهذه العقول المبدعة تستحق منا جميعا كل تقدير وثناء لأنها الثروة الحقيقية التي لا تنفد أبدا وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم الفائزين في مجالات الجائزة والبالغ عددهم 52 مبدعا ومبدعا وكان حفل الختام قد بدأ بعزف السلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة كلمة أكد فيها أن جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي تعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي اعتزازا من سمو الشيخ ناصر بالأدوار التي يقوم بها الشباب العالمي المبدع في تحريك التنمية المستدامة في بلدانهم وقيادة سفينة إنجازاتها إلى أفاق رحبة من التطور والنماء ترجمة نانسي قنقر